إن الديمقراطية التي تعني بلغة اليونان حكم الشعب بنفسه نشرت شعاؤها في موظم الدول المعاصرة وأن الدول الأفريقية ليست بعيدة من هذا المنوال ولكن تتدهرج فيها نظام الديمقراطية من حين لآخر وأن شعاء الديمقراطية سطع في أفق بلادنا منذ فجر الأول من ديسمبر عام تسئين وتسسمية وألف وبوصول الرئيس الجمهورية إدريزي بيتنو على سدات الحكم في البلاد ومن تلك الفترة بدأت هذه العملية تختو وتتقدم نهوة تأسيسي دولة القانون لتسير على نهج الدول الدموقراطية هذا وقا شهدت البلاد مراهل إيجابية ونقل نوعية في إرساء دعائم مقاومات الدموقراطية حيث تعددت الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية لاملورسي إيجابية دعاب دورها وفق القوانين المتاحة ولما تم ينقاد المؤتمر الوطني المستقل أما ثلاثة وتسعين وتسسمية وألف حينها تطور المشهد السياسي على مستوى البلاد حيث جرت العديد من المراهل الانتخابية التشريعية والرئاسية وساهم الشعب أتشادي بدور فاعل في إنجاه هذه المراهل وفق المعايير الدولية ولما توالت الأدوار وتتابعت الخطوات نهو تحقيق مكاسب السياسية على الصعيدين المحلي والدولي أن رئيس الجمهورية هو الدام للحريات العامة قد فتح أمام الأحزاب السياسية المجال واسعا كي يدلو كل بدلوه ويصهم أي طرف في المحفل السياسي المشاهد ولكن نسبة لغياب النضوج السياسي والوعي الفكري إلا أنه ما زال الوقت مبكرا للحديث عن الإخفاقات التي ترد من حين لآخر ولكن الكل يعي ويعلم بأن بلادنا دخلت مرحلة الديمقراطية من أوصى الأبواب وبزلت فيها الغالي والنفيذ وخير شاهد على ذلك المراهل الانتخابية التي شهدت البلاد في الماضي وأن على أولئك الخاضئين في المحافل السياسية يروا السبيل إلى ذلك واضحا بحيث أن الجمعية الوطنية باشرت ودرست مشروع القانون القاضي بتعديل النصوص القانونية الرقم 033 الصادر بتاريخ الثاني والعشرين من يوليو لآم 2019 والمتعلق بالقانون الانتخابي وهذا المشروع درس استجابة بالتشاور مع الإطار الوطني للحوار السياسي لإعداد نصوص توافقية لتنظيم الانتخابات القادمة في كافة الأراضي الوطنية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية وأن مشروع القانون الحالي المعدل رقم 033 الصادر من رئاسة الجمهورية لآم 2017 نتج عن توافق كبير والتفاهم بين الأغلبية الرئاسية والمؤارضة الديمقراطية داخل الإطار الوطني للحوار السياسي ما الأخذ في الاعتبار الاهتمامات التي عبرت أنها المعارضة من أجل إجراء انتخابات هادئة بعبداء رئيس الجمهورية درس ديبيت نو مرونة فائقة في تأزيز الديمقراطية في البلاد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة